عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2024-2025 وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خطتها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الخطة تشمل مجموعة من التوجيهات الأساسية في مقدمتها التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسية هي وثيقة ملكية الدولة